اهلا بكم مشاهدين في اخبار الساعة من العربية نستعرض ونرصد معكم ابرز المسجدات وفي العناوين قوات يونفيل تفتح تحقيقا بالتعاون مع لبنان في مقتل جندي ايرلندي برصاص قرب بيروت السلطة الايرانية تحكم بالاعدام على متظاهرة بتهمة صنع زجاجات حارقة وكتابة شعارات فرلمانات اوروبية تعلن الدعم المحتجين الايرانيين المعرضين للاعدام ومطالبات بمعاقبة النظام واشنطن تخطط الارسال معدات الالكترونية متطورة لاوكرانيا وهو ضغط روسي لعدم التحقيق في مسيارة ايران ديرمير البريطانية تقول ان رئيس الوزراء ريشيسوناك يخطط لفرض قوانين لمكافحة الاضطرابات اهلا بكم مشاهدين البداية من الاخبار التي وردت قبل قليل حيث قالت قوات الدفاع الايرلندي في بيان ان جنديا ايرلنديا من بعثة حفظ السلامي الامم المتحدة يونيفيل قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء وذلك بعد تعرض قافلة تقل ثمانية جنود كانت متجهة صوب بيروت لنيران اسلحة خفيفة وعلنت اليونيفيل انها فتحت تحقيقا بالتنسيق مع القوات اللبنانية بشأن مقتل الجندي الارلندي الى ايران والاحتجاجات المستمرة اذ تواصل السلطة الايرانية استخدام الاعدام كوسيلة لترهيب بهدف قمع حركة الاحتجاجات حيث قالت منظمة حقوق الانسان الايرانية ان محكمة الثورة في محافظة ايلام غرب ايران اصدار الحكم بالاعدام ضد فتات متظاهرة تدعى سونيا شريفي وتبلغ من عمر 16 عاما وقالت المنظمة ان شريفي اعتقلت في نوبمبر الماضي بعد مدهمة منزل جدتها ورافق اعتقالها ضرب مبرح مشيرة الى ان المحاققين اجبروها على الاعتراف بصنع زجاجات حارقة وكتابة شعارات وفي مئة اعتقالات ايران التعسفية لا تزال ردود الفعل الدولي المنددة تتوالى حيث اعلنت عضواتاني في البرلماني الالماني عن تبنيهم الكفارة السياسية للمحتج شايان جاراني الذي اتهمته ايران بالافساد في الارض والمحتج المراهق ايضا سونيا شريفي البالغ من عمر 16 عاما فقط المحبوسين في السجون الايرانية والذين يواجهان خطر الاعدام فيما اعلنت النائبة عن استوكهولم في البرلماني السويدي ازاد رجحان انها ستتولى الوكال السياسي للمعارضة الايرانية فارزانا قرى حسنالو المحكوم عليها بالسجن لمدة 25 عاما الباللمان الهولندي مشاهدين ايضا طالب بتشديد العقوبات على النظام الايراني بسبب ما وصفه بالقمع الوحشي ضد المحتجين مطالبا بفرض عقوبات على جميع نواب النظام وادراج الحارس الثوري الايراني في قائمة الجماعات الارهابية في الاتحاد الاوربي ايران لا تزال تلوح بالتهديد والوعيد لقمع الناشطين بحجة تورطهم باعمال شغب خلال الاحتجاجات فيما يقول وزير مخابراتها اسماعيل خطيب للنشطاء في الخارج ان ايران ستلاحقكم وتنزل بكم العقاب سنعاقب كل من اضرب البلاد اينما كان في العالم وكل شخص متورط في اعمال الشغب سيعاقب ايضا تهديدات النظام تأتي بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاعتقال الناشط والصحفي الايراني روح الله زم وايضا بعد تهديدات الحرس الثوري ضد صحفي ايران انترناشنال التي اعلنت في الشهر الماضي عن تهديدات موثوقة تلقاها صحفيها من الحرس الثوري لكن ما هي الوسائل التي تمكن الاستخبارات الايرانية من الوصول الى خصومها في الخارج لدى ايران شبكات تجسس واذرع في دول مجاورة بينها تركيا والعراق وخير مثال كان اعتقال الناشط روح الله زم المقيم في فرنسا عام 2019 ايضا اختطف النظام الايراني خلال السنوات الاخيرة نشطاء بينهم جمشيد شارمهاد وفرج الله كعب المعروف بحبيب اسياود وايضا اختطاف مدير مجموعة تندر الناشط شارمهاد ذو 66 عاما من قبل عملاء ايرانيين خلال رحلته من المانيا الى الهند في 2020 في المقابل اخفقت بعض عمليات الاختطاف بينها خلية اسطنبول حين اعلنت تركيا عن اعتقال اشخاص مرتبطين بعملية اختطاف الناشط حبيب اسياود فيما القى جهاز المخابلات التركية القبض على 11 شخصا من اعضاء شبكة تهريب المخدرات التابعة لناجي شريفي زندشتي متورطين ايضا في اختطاف اسياود بالاضافة الى الاشتباه في قيام اعضاء الشبكة بعمليات تجسس لصالح الحرس الثوري ومع استمرار ملحقة معارضية الخارج تبقى المعضلة الاساسية لسلطات الايرانية هي احتجاجات الداخل التي لم تخمد في شهرها الثالث من انظم مشاهدنا ينظم الينا عارف نصر الباحث في الشأن الايراني اهلا بك سيد عارف معنا في هذه النشرة اذا هذا التعاطف هو الدعم الاوروبي للمحتجين وخاصة للمعتقلين والمعرضين لخطر الاعدام في ايران هل يخدم قضية هؤلاء المعتقلين ام يزدها تعقيدا وكيف يضع اليه النظام ايضا تحية طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام الواقع نحن نعلم بان political sponsorship هي ليست حالة قانونية انصح التعبير ممكن ان تفيد هؤلاء بشكل غانوني انما هي ممكن اعتبارها عملية اعلامية اكثر بمعنى انها تستطيع ان تفيد هؤلاء من خلال طرحهم بالاعلام كغضية ضغط جانبية اضافة الى انه ممكن ان تؤدي الى ضغط من خلال الحكومات الاوروبية من هنا اعتقد بان هذا الامر هو بداية تحركات اكبر او على الاقل بانه ممكن ان نحتبره خطوة الى الامام بمواجهة آلة الغمع الايرانية مثل هذه الخطوات لم تكن بالسابق تتخذ اما الجانب الاخر انا اعتقد بان الجانب الايراني يقرأ هذه التحركات على انها خطيرة جدا لانه يعلم بان ازدياد وطيرة العقوبات بامكانها ان تميد كثير من الملفات العالغة بين الجانب الاوروبي والجانب الايراني طيب يعني الضغط الدولية والاوروبية متزهدة بشكل كبير كرة الثل تتدحرج ايضا كيف يمكن للنظام ان يخرج نفسه من هذه الازمة الواقع بان الطرق او ربما السداريوهات التي امام النظام محدودة جدا خاصة وان هناك خلافات سياسية داخلية حتى بين التيار الاصولي اضافة الى ان ربما ادخال الجيش والغوات الحرص الثوري بشكل مباشر ممكن ان يؤدي الى ما لا يحمد عقباء الى النظام الايراني وخاصة وان المرشد الايراني لا يريد ان يتورط بشكل شخصي بغمع هذه الاحتجاجات ونحن نعرف طبيعته بانه عادة متحفظ بان ان يتحمل اي مسئولية لكن ماذا اخذنا بعين الاحتبار اسلوب الاعدامات سواء بجغرافية الاعدامات او الفئة العمرية او تهم الموجهة الى هؤلاء فيما يبدو بان الاعتماد على تهمة الحرابة هي اقل الطرق ضررا الى النظام الايراني خاصة وان الغانون الايراني او غانون العقوبات الاسلامية في ايران يحمل الغاضي حصرا اختيار السقف الذي من خلاله يستطيع ان يصدر الحكم وبالتالي حتى اذا كانت هناك اعدامات كبيرة الغاضي هو المسئول وليس السلطة الغضائية والمشهر ورغم هذه العدمات الكبيرة هناك من يتسأل عن الكيفية التي يستمر بها هؤلاء المحتجين لأكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن رغم ألة القمع الايرانية من اين يستمدون عزمتهم وإصارهم على مقاومة هذا النظام الواقع عدم التجاوب النظام الايراني مع الاحتجاجات مع اقل المطالب او حتى التعامل معهم باحتبارهم مواطنين هو يؤدي الى ازديات هذه الوتيرة خاصة ونحن نعلم بان اي رجوع من غبل المتظاهرين يعني ربما تعزيز درجة كبيرة من الغمع وعملية انتغامية من غبل النظام الايراني لذلك يعني كما هو معروف بعالم السياسة من يعمل نصف ثورة كما يحفر غبره بنفسه الشعب الايراني مدرك هذه الحقيقة وبالتالي لا اعتقد بانه يتراجع نعم شكرا لك من لندن كنت معنا سيد عارف نصر الباحث في الشأن الايراني تحياتي شكرا توصل الكونغرس الامريكي الاتفاقين يعزز من نفوذه في الملف الايراني باجماع كل محز بين الديمقراطي والجمهوري حيث توافق المشرعون على مشروع قانون يلزم الادارة بتأسيس مجموعة عمل متخصصة للنظر في برنامج ايران النوبي على ان تقدم هذه المجموعة تقريرا مفصلة للكونغرس كل اربعة اشهر يتضمن معلومات دقيقة عن برنامج تخصيب اليورانيوم وتخزين المواد النوبي والتسلح وبرنامج الصواريخ ويطلب المشروع من ادارة الامريكية تقديم استراتيجية سنوية تحدد خطة واضحة للتعاون مع الشركاء والحلفاء لمواجهة انشطة ايران النووية والصاروخية وتم ادراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل التي سيقرها الكونغرس هذا الاسبوع ما يضمن الموافقة عليه بشكل حاسم في ايران ايضا مشاهدين قضت السلطات الايرانية بسجن عامل الاغاثة البلجيكي اوليفي فاندي كاستيل مدة ثمانية وعشرين عاما في الوقت الذي تشدد فيه عائلته والسلطة البلجيكية على براءته وانه محتجز كارهينة في اطار جهود طهران للضغط من اجل اطلاق سراح الدبلوماسي الايراني اصد الله اسدي الاجانب ومزدوجو الجنسية من ذو الاصول الايرانية حولهم النظام في طهران الى ورقة ابتزازة تلوح بها امام الحكومات الاجنبية اخر هذه الاوراق حكم اصدرته السلطات الايرانية يقضي بسجن عامل الاغاثة البلجيكي اوليفي فاندي كاستيل لمدة ثمانية وعشرين عاما بعد اعتقاله في فبراير الماضي بتهم التجسس وهي الاتهامات التي تنفيها السلطات البلجيكية وعائلة المدان بقوة بلجيكا ترى في قضية عامل الاغاثة والحكم الصادر في حقه وسيلة ضغط ايراني على بلجيكا لاطلاق سراح الدبلوماسي الايراني اسد الله اسدي المحكوم بعشرين سنة بالسجن في بلجيكا على خلفية ادانته بالتخطيط لهجوم على تجمع للمعارضة الايرانية في فرنسا عام الفين وثمانية عشر خطوة ايرانية تأتي بعد اسبوع من تعليق المحكمة الدستورية في بلجيكا معاهدة لتبادل السجناء مع ايران والتي ينتظر ان يصدر الحكم النهائي في مدى شرعيتها خلال ثلاثة اشهر ما اعتبره محللون انه رد غاضب من ايران بعد هذا التعليق وان كان مؤقتا اعلنت بحرية الحرس الثوري الايراني صباح اليوم الخميس عن ايقافها سفينة قالت انها تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج وذلك بحسب ما ذكرت قناة العالم الايرانية والتي تحدثت ايضا عن اعتقال الحرس الثوري اثني عشر من افراد طاقم السفينة تحدث المرصد السوري مشاهدين عن سماع ذوي انفجارات بمدينة الميادين الخاضعة لسيطرة فصائل ايرانية في شرق سوريا وذلك بالتزاون مع تحليق طائرات مجهولة في اجواء المنطقة وكان المرصد ذكر في وقت سابق ان هناك انفجارات اخرى في محيط حقل العمر اكبر القواعد العسكرية في سوريا نشتنا مستمرة مشاهدين فيها بعد الفاصل القيمة الاوروبية تنطلق اليوم وتطورات حرب اوكرانيا والازمة الايرانية على الطاولة اهلا بكم مشاهدين من جديد يبحث قادة الاتحاد الاوروبي في اجتماع في بروكسل اليوم تطورات حرب اوكرانيا والازمة الايرانية وازمة ارتفاع اسعاد الطاقة ومخاطر دخول الاتحاد مرحلة ركود خطير وقال رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان القيمة ستوافق على تقديم دعم لاوكرانيا كقروض بقيمة ثمانية عشر مليار يورو خلال العام المقبل بدوره قال رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ان القيمة ستبحث وسائل وآليات تأمين دعم اوكرانيا بصفة مستدامة على جميع الاصعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية والانسانية افاد مسؤولون امريكيون مشاهدين بان ادارة الرئيس الابريكي جو بايدن تخطط لارسال معدات الالكترونية متطورة الى اوكرانيا تقوم بالتحويل الذخائر الجوية غير الموجهة الى قنابل ذكية يمكنها استهداف المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة كما تشتمل هذه المعدات على اجهزة تحديد المواقع بدقة عالية ويمكن تثبيتها على مجموعة متنوعة من الاسلحة ما يوفر ما يعرف بذخيرة الهجوم المباشر المشترك التقني مشاهدين يستخدمها الجيش الامريكي في القنابل التي يصل وزنها الى الفيرطل ويتم دمجها مع الطائرات القاذفة والطائرات المقاتلة وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست اعلن دبلوماسيان غربيان ان روسيا مارست ضغوطا كبيرا على الامين العام من امم المتحدة انتونيو جوتيريش ومستشاريه لعدم فتح تحقيق بخصوص ارسال ايران طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في حرب اوكرانيا حسب ما ذكر موقع اكسيس لكن وفقا لدبلوماسيين او لدبلوماسيين الغربيين فان المستشار القانوني للامم المتحدة ووكيلة الشؤون السياسية مصممان على تفويض جوتيريش بتكليف خبراء لبحث امر ارسال الطائرات المسيرة الى روسيا واشار الى وجود سوابق من حالات المماثلة في الشرق الاوسط مشاهدين يضم الينا من موسكو الديبلوماسي السابق فتح اسلام متازوف اهل بكسير متازوف معنا في هذه النشرة يبدو اذا ان واشنطن ماضية بجدية في تسليح اوكرانيا وتنتقل من مرحلة الى مرحلة من مرحلة الاسلحة النوعية الى مرحلة الاسلحة الذكية الا يعد ذلك بمثابة انخراط اعمق لواشنطن في هذا النزاع الدائر بين روسيا واوكرانيا بدون شك اي زيادة السلاح الامريكي لاوكرانيا تزيد حدة التواطر في غاز المنطقة وحرب روسيا لم تتوقف هذا هجوم الروسيا لم تتوقف في اوكرانيا بغض نظر اي تدابير يتخذونها ولايات المتحدة الامريكية وخلطها لذلك اهداف الروسيا واضحة وهذه اهداف استراتيجية مرتبطة مع اهداف الوجودية لدولة روسية وطبعا خصوصا بعد اجتماع دول السابعة في اوروبا التي قرروا ان يحكم القادة الروسية برئيسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة وغيره وقوات خرسة لذلك انا نتصاور ان تساعد التوتر في هذا المجال لا يُعطي اي افضليات لولايات المتحدة الامريكا لكن ذلك يدفع سيد فتشيزها في التساؤل اذا ما كانت هناك خطوط حمر او كان هناك استقف تحرص واشنطن على عدم تجاوزه في اطار هذا النزاح بين روسيا واقرانيا كما اشرنا انا لا اتصاور ان الان هناك اي امكانية ان تدعو حطوط الحمر لان امريكا عندما تتخذ مثل هذه القرارات اللي انا ذكرت دليل انه فقدت البال ليشعروا العلاقات الدولية علاقات مع الروسيا لا يمكن امريكا ان يتبنى في المستقبل حتى على هذه المبادئ وطبعا بعض الخبراء عندنا يتحدثون عن اهتمال القدع العلاقات ديبلوماسية مع الامريكا حتى ووقف النشاط تعاون امريكا والروسيا في امم المتحدة حتى اهداس تتطور السيناريو اسوأ ما ممكن بسبب طلب الامريكي استسلام الروسيا كليا وفرض كل اقوبات كما يقول او ممكن هذا طيب تأكيد لحديثك سيفة سيسلاف دعنا نتابع هذا الخبر العجل في شاشة عربية موسكو تقول ان تزويد واشنطن لكييف بمنظومة باتريوت يفاق مخطرة المشاركة الامريكية المباشرة في الصراع والخارجية الروسية تقول ان جميع الاسلحة المقدمة من الغرب لكييف هي هدف مشروع لنهل موسكو جاد في استهداف هذه الاسلحة نحن نعلم ان منظومة الباتريوت المتطورة هذه الازمة للتصعيد بشكل اكبر الى مواجهة اكبر بين موسكو واشنطن باقتصال لو تكرمت بعض الخبراء الاشكريين يعني عندهم ثمة جيدة يتحدثون اليوم عن امكانية استعمال السلاح القنابل الذي كانت يستعمل امريكا في بغداد شو يسمع هذا الملجأ الجنبرية اظنه اسمها على جيد دمرت هناك بقنبل الفراغية والآن لكي ينهو الحرب في اقرب الوقت ممكن الاسكر عندنا يتحدثون عن امكانية الاستعمال تلك السلاح ويمكن نقول انها بفعاليتها لا اقل من انفعال قنبل النووية التكتكية ولكن واضحة الفكرة اعتذر نعم هذا ما سامح بالوقت شكرا لكم من مواصل كنت معنا ديبلوماسي ستابق فاتسلاف متازوف تحياتي شكرا لكم ذكر الصحيفة دياليميل ان رئيس الوزراء بريطاني سوناك يخطط لفرض قوانين لمكافحة الاضرابات وفي مقابلة مع الصحيفة قال سوناك انه ليس من الصواب التسبب في اضرابات لكثير من الناس خاصة في وقت عيد الميلاد مضيفا انه على استعداد لفرض تشريع جديد العمل مقبل لحماية حياة الناس وتقليل الاضطراب بينما تستمر اضرابات عمال سكي الحديدية ويتوقع ان يبدأ اضراب الممرضين في القطاع الصحي الاربعاء القادم قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض والذي يحظى بشعبية واسعة اكرم امام اوغلو نحو ثلاث سنوات ومنعه ايضا من مبارسة العمل السياسي وذلك بسبب اهانته مسؤولين ووصفهم بالاغذية وهذا الحكم قد يقود الى فض حظر سياسي على رئيس البلدية اذا ايدته المحكمة العليا بل اذا ايدته المحكمة العليا يأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابة الرئاسية المزمع عقدها في تركيا في يونيو المقبل عاد ميدان السياسة في تركيا الى التوتر مجددا بعد قرار محكمة تركيا بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض اكرم امام اوغلو لمدة سنتين وسبعة اشهر وخمسة عشر يوما اضافة لحرمانه من العمل السياسي قبل اشهر قليلة فقط من انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة امام اوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة ادين بتهمة اهانة اعضاء المجلس الاعلى للانتخابات بينما اكد محاميه انه سيستأنف القرار الذي لن يعتبر نافذا قبل مصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليه هذه المحكمة هذه القضية دليل على عدم وجود عدالة في تركيا هذه القضية يقودها اشخاص لا يريدون تحقيق اسم القيم مثل العدالة والديمقراطية للبلاد قادة احزاب المعارضة والعديد من النقابات والمنظمات المهنية رفضوا قرار المحكمة وتضامنوا مع امام اوكلو اولا هذه ليست دعوة حقوقية بل سياسية ثانيا هذه القضية غير متوازنة ثالثا هذه القضية هي انتقامية من انتخابات اسطنبول التي لم يستطيع ان يفوز بها مرتين كان هذا الشيء يحصل ضد الاحزاب الكردية سجنوا رؤساء البلدية ومسؤولين من هذه الاحزاب والان يطبقون هذا الشيء مع امام اوكلو بعد بضعة اشهر من فوزه برئاسة بلدية اسطنبول اعتبر اكرم امام اوكلو ان اولئك الذين الغوا فوزه في الانتخابات اغبياء مرددا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان سويلو ضده قبل بضع ساعات من هذا التصريح الذي عرض رئيس بلدية اسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة اهانة مسؤولين حكوميين لا شك ان عمليات التحضير للانتخابات لن تكون كما كانت عليه قبل قرار المحكمة بحق اكرم امام اوكلو والواضح ان المعارضة ستستغل القرار بشكل كبير في حملاتها الانتخابية خصوصا بين انصار حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين صوت شطر منهم لامام اوكلو في الانتخابات البلدية نشاطنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد الفاصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلب من واشنطن الضغط للتوصل الى اتفاق بشأن سد النخضة السيسي من الولايات المتحدة الضغط على اثيوبيا للتوصل الى اتفاق حول سد النخضة وعلى هامش القمة الامريكية الافريقية تحدث الرئيس السيسي مع وزير الخارجي الامريكي انتوني بلنكين حول حيوية موضوع سد النخضة بالنسبة لمصر مؤكدا على ضرورة التوصل الاتفاق وفقا للمعايير الدولية من جهة اخرى اكدت الخارجية الامريكية في بيان ان بلنكين ايضا شدد على اهمية التوصل الاتفاق دبلوماسي لحماية حقوق جميع الاطراف موسيقى اكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عدم وجود اي تسوية مع الفرقاء السياسيين بل ان ما جرى هو اتفاق حول نقاط يمكن ان تساعد على حل التعقيدات السياسية في البلاد وتشكيل حكومة جديدة محذرا من المساس بالجيش وامل السودان كذلك الناس سمعين بانه في تسوية وفي كلام ما في كلام ما بحاجة اسمها تسوية في اتفاق فيه نقاط نحن كعسكريين نقدرنا عنها بها نشوف انه هذه النقاط او هذه الامور الطريحة هي امور بتنقص بلدنا وتطلعها لبر الامان عشان كده وافقنا عليها وحان ندعمها وحان نسندها لغاية ما تتقبه واقع لكن اذا كان في حاجة بتمس الجيش وبتمس القوات المسلحة ما بنسمح بها اذا كان في حاجة بتمس الامنا الوطني وبتمس دولتنا ما بنسمح بها نحن الاتفاق الوقعناه ده ووقعناه عشان السودانيين ووقعناه للسودان كله عشان كده نفتكر انه اذا احنا مشينا فيه الامام بنساعد فانه نعيد بلدنا الى مسار الطبيعي دعت الامم المتحدة المجتمع الدولي لتوفير نحو بل نحو ملياري دولار كمساعدة انسانية عاجلة لقرابة 13 مليون شخص في مناطق مختلفة من السودان تضررت بالنزاعات او الكوارث الطبيعية اوضاع انسانية صعبة تهدد حياة ملايين السودانيين فالازمة السياسية والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وتفشي الامراض وتراجع الانتاج الزراعي كلها عوامل اجتمعت معا لتشكل تحديا غير مسبوق للسلطات الانتقالية تحديات تفوق قدرة السلطات التي تناشد المجتمع الدولي للمساعدة صحيح الحكومة قامت بجرغات كثيرة جدا تتعلق بمعالجات لوضاع انسانية ولكن الشاهد انه التحولات كثيرة سياسية واقتصادية محلية اقليمية دولية الأمم المتحدة قدرت حاجتها إلى مليار وسبعمائة مليون دولار بشكل عاجل لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في السودان نهدف في العام المقبل لتقديم المساعدات لأكثر من 12 مليون و500 ألف شخص لأنهم في حاجة ملحة للطعام ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والمأوى والتعليم والحماية وكل أنواع المساعدات من بين هؤلاء الـ 12 مليون هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح في مناطق النزاعات المسلحة خاصة في إقليمي دارفور والنيل الأزرق معظمهم من النساء والأطفال أنس نماسي العربية انطلقت عملية الاقتراع الاستحقاق البرلماني في الدوائر الانتخابية خارج تونستزامنا مع ختم الدعاية الانتخابية للمترشحين داخلها وهذا الاقتراع سيتواصل طيلة ثلاثة أيام في ثلاث دوائر انتخابية فقط بعد تعليق الهيئة العلية المستقلة للانتخابات للمسال الانتخابي في سبع دوائر أخرى بسبب عدم وجود مترشحين معلنة عن شغل المقاعد الشاغرة بمجلس نواب الشعب في فترة لاحقة ووفقا للقالون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيش سعيد ضمن المترشحون الثلاثة مقاعدهم في البرلمان المقترب المرتقب أفوا ومن تونس مشاهدينا تنضم إلينا الصحفية نسين حمداوي أهلا بك نسرين وكيف تسير إذن عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية الثلاثة نعم صباح الخير انطلقت منذ حوالي ساعة ونصف من الآن الانتخابات التشريعية الفين واثين وعشرين في ثلاث دوائر بالخارج وهي فرنسا اثنين وفرنسا ثلاثة ودائرات إيطاليا باعتبار أن بقية الدوائر الانتخابية بالخارج وعددها سبعة لن تشهد فتح لمكاتب الاقتراع باعتبار أنه لم يترشح أحد إلى حدود هذه اللحظة الهيئة على المستقل الانتخابات تقول أنه تم فتح مكاتب الاقتراع في موعدها المحدد دون تسجيل أي تأخير ودون تسجيل أي إخلالات من أي نوع آخر أما في الداخل فإنه اليوم هو اليوم الأخير في فترة الحملة الانتخابية على أن ندخل غدا في فترة السمت الانتخابي قبل التوجه إلى مكاتب الاقتراع في كل ولايات الجمهورية بداية من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في تونس يوم السابع عشر من ديسمبر مع بعض التغييرات في مواقيد فتح أبواب مكاتب الاقتراع وذلك إما لأسباب أمنية في الأماكن الحدودية في تونس وأيضا لأسباب دينية أخرى باعتبار أن هناك مناطق يقتنوا فيها أشخاص من الديانة اليهودية ومن المنتظر أن يتم غلق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة مساء عوضا عن الساعة السادسة نعم فيما يتعلق بالنقطة التي أثرتها نسرين حول عدم وجود المترشحين في الدوائر الانتخابية التي علقت فيها العملية الانتخابية من قبل الهيئة العامة للانتخابات أو الهيئة المستقلة عفوة للانتخابات ما الذي يقوله المراقبون حول ذلك ما هي الأسباب هل يعود ذلك للمقاطعة طيب يبدو أننا فقدنا إذن نتواصل مع الزميلة نسرين حمداوي سنعود إليك مرة أخرى في سياح هذه النشرة ونشرة المقبلة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم 150 مليون دولار لتزويد مستشفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالكهرباء وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المبادرة ستمتد لخمس سنوات وتهدف إلى توفير الكهرباء وتسهيل الوصول إلى الإنترنت إلى أكثر من عشرة آلاف منشاءة صحية في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مشيرة إلى أن البرنامج سيركز على الطاقات المتجددة بهدف مكافحة التغيير المناخي أعلن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنيفي أنه أحال شكوى مقدمة من عائلة المواطن بوعجيلا مسعود المريمي إلى النائب العام الليبي وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة وذكرت الفيزيون ليبيا الأحرار أن المجلس طالب وزارة العل في حكومة الوحدة بالتنسيق مع الخارجية لتعيين هيئة رفاع عن المريمي ومتابعة الأمر مع سلطات الأمريكية كما طالب المجلس رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة بتوضيح لما ورد من الجانب الأمريكي بشأن التنسيق المسبق لتسليم المواطن الليبي بوعجيلا يتجه الأردن المشاهدين إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية حيث تساهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج ما يقارب 29% من الطاقة المولدة في الأردن التفكير بالاتجاه للطاقة البديلة لم يكن وليد اللحظة عند السيد أديب فمنذ أكثر من 12 عاما اتجه إلى طاقة الشمس لتوليد الكهرباء واليوم يعتمد السيد أديب على الطاقة النظيفة في استخداماته 100% متجاوزا أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء نظام هذا طلع لي أو استطاع أن ينتج لي 103 ألاف كيلو وط خلال ثلاث سنوات هذا طبعا أنا لأنه استخدامني عالي بيت كبير ومع الأسوار ومع البوابات ومع الاستخدامي معتمد على الكهرباء احنا وفرنا بما يقارب حوالي 20 ألف دينار خلال الثلاث سنوات الماضية وإلى نطاق أوسع يعتمد الأردن على طاقة الشمس والرياح بما يقارب 29% من الطاقة المولدة ظروف اقتصادية وسياسية تدفع البلاد لضرورة استغلال الموارد الطبيعية المتجددة لتخفيف استيرادها من الخارج فهنا واحد من أكبر المجمعات الشمسية في المنطقة إضافة لمشروع طاقة الرياح في دولة تسعى لاعتماد الطاقة البديلة بدعمها تكلفة أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي والسياحي والصناعي بنسبة تصل إلى 50% هدفنا هو إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطنين ومساعدتهم على تحمل فترة الكهرباء الشهرية ورغم الحاجة الملحة لرفع قدرة الشبكات والخطوط المولدة للطاقة الشمسية إلا أن طبيعة الأردن الجغرافية المناسبة لمشاريع الطاقة النظيفة إضافة لكونه واحدا من دول الحزام الشمسية كانت دافعة لاستغلال موارده غير المكلفة وسط أزمة عالمية ضاعفت من قيمة فاتورة الكهرباء سهى جميل العربية عمان ونشيل هذه الأخبار العجلة نقلا عن ابنة شقيقة خامينئي العربية تقول عند وفاة خامينئي النظام سيسقط وتقول أيضا إن أبي قتل بسبب معارضته للنظام بالعودة إلى سياق نشطنا ركود المياه والجفاف الذي تشهدهم محافظة النجف الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة العراقية بغداد تسبب في انتشار الأمراض الفتاكة التي ساهمت في انخفاض الإنتاج السمكي وتراجع واحدة من أكثر المهن عراقة في البلاد نشاهد التفاصيل منذ سنوات والعراق يعاني من انخفاض متواصل في الإرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات وتحديدا في محافظة النجف الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة بغداد المحافظة التي كانت تعرف لدى الجميع بأنها المنطقة الغنية بالمياه والتي كان بإمكان سكانها الوصول إلى المياه العذبة من الآبار للحفاظ على الثروة السمكية أما الآن فقد انعكس الوضع تماما وتسبب ركود المياه والجفاف فيها إلى انتشار الأمراض الفتاكة التي ساهمت في انخفاض الإنتاج السمكي خسرنا بها الأسماك لأنه ما استفادنا بها بصراحة هذه السنين لا استفادنا بس هذه السنين من قلة المياه وقلة جفاف المياه يعني زادت الأمراض علينا من زادت الأمراض الأسماك تمرضت يعني فانتاجية قلت إن كانت الأنهر شوية ميها مرتفع ومجاري مثل ما نقول نحن نعبر عليه يعني كان وصلنا مي عذب بالآبار مالتنا كاننا نقدر نستفاد من المي اللي يجينا من البير الآن من قام يقل المي شوية شوية قام يصعد الكبريت أدنى بالمي مالة البير وهذا يسبب هلاكات السبب الرئيسي يعود إلى انخفاض التدفقات من إيران وتركيا والتي كانت تصدر حوالي 70% من نهري دجلة والفرات وأصبح الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة العالية تشكل تهديداً وجودياً لدى العراقيين بشكل متزايد فإنتاج الأسماك في محافظة النجف قد بلغ نحو ألفي طن سنوياً في عام 2018 وانخفض حالياً إلى نحو 700 طن وفقاً لمدير الزراعة في النجف وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى نقص الأسماك في السوق وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ وتوقف بعض المزارعين عن العمل وائما عالاتنا يجي المواطنين تقول لها بها القدفل تقول لها باربيعين خلسين لدنيا يضرب بطناش ويشرد كان بالسبوعان أكل يمكن العائلة ما تتاكل ثلاث مرات يجد هسا يجوز بالشهر يجوز أكل مرة يعني فرقه هاي يعني بدل ما احنا تشلنا عشرين عشرين طن أو أربعين طن صار الدورة ما يسدد حتى سعر الأسماك التي تجيبها فإحنا هالحالة يا بالله قلت من أقل الإنتاج توقفنا عن العمل وقد احتجت بغداد مرارا على هذه السدود المشيدة على نهري الفرات ودجلة التي يعتمد عليها العراق في تأمين المياه كما فاقم أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار على مدى السنوات الماضية بسبب التغير المناخي سلطان العبان العربية مشاهدين نعود إلى تصريحات ابن شقيقة خامنئي للعربية الذي يقول إن سياسة خامنئي عجزت عن احتواء كل الأزمات يقول أيضا ابن شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي النظام الإيراني ينتهك حقوق المرأة منذ أربعين عاما وأفراد العائلة لا يستطعون التعبير عن آرائهم معتقدات النظام لا تسمح بتشكيل حكومة معتدلة في إيران ويجب وقف الانتهاكات والأكاذيب التي يقوم بها النظام الإيراني والنظام حاول كبح كل تحركاتنا ومنع والدتي من الخروج كما قال عند وفاة خامنئي النظام سيسقط ويقول إن أبي قتل بسبب معارضته للنظام كانت هذه تصريحات ابن شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي لقناة العربية مشاهدين ننتقل الآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميل الندين إليك ندين شكرا لأحمد أهلا بكم مشاهدين لنلقي نظرة على تدولات أسواق المنطقة كما هي بالوقت الحاضر من بعد مقام الفيدرالي يوم أمس كما كان متوقعا برفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس من بعد أربع رفعات بخمسة وسبعين نقطة أساس بكل مرة لحقت اليوم عدد من البنوك الخليجية خمسة من الستة لاحقت بقرار الفيدرالي البنك المركزي السعودي القطري الإماراتي والبحريني منذ يوم أمس مساء يوم أمس رفعوا أسعار الفائدة العماني قبل قليل صباح اليوم لاحق أيضا بالفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس الكويت دايما لا يرفع المركز الكويتي مباشرة من بعد الفيدرالي لأنه الدينار الكويتي ليس مربوط مع الدولار هو مربوط بسلة من العملات بينما العملات الخليجية الأخرى مربوطة مباشرة بالدولار ولذلك البنوك المركزية الخليجية الأخرى بتلحق مباشرة بخطوط الفيدرالي هذا سوق الأسهم السعودي اليوم على ثبات يعني كان فيه بعض التذبدب تتح صباحا على بعض النزول رجع سجل شوية ارتفاع الآن على ثبات بذكر أن السوق السعودي يوم الأثنين سجل أدنى مستوى منذ أبريل 2021 بالتالي يرتد بجلسات الثلاثاء والأربعاء سجل بعض الارتداد اليوم عم نشوف ثبات هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا بالوقت الحاضر في السوق السعودي عذيب للاتصالات من ضمنها نتوركس أميان تيت من ضمن القائمة لأنه نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا الرعاية المستقبلية بنك البلاد لأنما توكيو مارين اللي عم تندمج مع الضرع العربي الدوائية من الأسهم المتراجعة هذه الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة أمريكية للمطاعم تتراجع اليوم من بعد ثلاث جلسات من الارتفاع سعر لأي بي أو كان درق ريالين 68 هلالة هي عملة إدراج مزدوج بأبوظبي وبالسعودية اليوم فإذا نستهم عم يتراجع بعض الشيء ولكن لاحظوا أحجام التداول عليه عالية الراجحي أيضا على تراجع ومعادن على تراجع بينما مرافق هذا الإدراج أيضا الوافد الجديد بالسوق السعودية على ارتفاع بالقطاع المصري في الصورة إيجابية مع هذا على راجح في تراجعات البنوك عادة تستفيد من رفع الفائدة لأنه بتمرر تكرفة الفائدة بشكل مباشر لعملاء المستدينين وبالدواء لا ترفع على الودائع لحتى تستحق الودائع القطاع الطاقة أرمكو على ثبات بتريرابغ مدراجعة وأخيرا نظرة على قطاع المواد الأساسية سابق على ارتفاع بنصف النقطة المئوية أعود وألقاكم في الأسواق العربية بعد قليل بيكون لدينا متسع من الوقت للحديث عن الأخبار الاقتصادية أعود إليك أحمد الآن شكرا نادين شكرا نادين في المغرب مشاهدين أسادت مشاعر مختلطة بين الفخر والحزن بين جماهير المغرب التي اعتادت الاحتفال بأعداد غفيرة في مختلف بقاع العالم خلال مسيرة الفريق وعلى رغم من خسارة الفريق أمام فرنسا إلا أن الجماهير احتشدت في ساحات المغرب احتفالا بمنتخبهم الذي دخل التاريخ بعدما أصبح أول فريق أفريقي يبلغ الدورة قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم والآن إلى أخبار المنديال مع عبدالله درويش حياكم الله مشاهدين إلى الموجز الرياضي حملة الدفاع عن اللقب لمنتخب فرنسا تستمر بعد فوزه على نظيره المغرب بهدفين دون رد ليضرب موعدا كبيرا مع الأرجنتين في نهاية كأس العالم الأحد المقبل على ملعب لوسي ونجح المنتخب الفرنسي بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة عبر ثيو هرناندس أتمكن المنتخب المغربي من امتلاك الكرة في معظم أوقات المباراة محاولا تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح بذلك حتى سجل المنتخب الفرنسي ثاني أهداف عبر البديل رندال كولومواني في الدقيقة التاسعة والسبع لتنتهي بذلك مشاركة المنتخب التاريخية في المنديال مسجلا أفضل إنجاز عربي وأفريقي بالوصول إلى نصف النهاية وما زال يملك فرصة الحصول على المرتبة الثالثة حينما يواجه نظيره الكرواتي السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع اتجه وليد الرقراجي ولاعبوه إلى الجماهير وتبادلها التحية والتصفيق بعد الظهور المشرف في هذه البطول موسيقى 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 قام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزيارة إلى سوق واقف في الدوحة قبل ساعات من مباراة بلاده أمام المغرب في نصف نهاية منديال قطر قبل أن يتوجه إلى الملعب لمتابعة مجريات اللقب بدأ منتخب كرواتيا استعداداته لمباراة المركز الثالث التي ستقام السبت المقبل وقام قائد المنتخب لوكا مودريتش ببعض التمارين الخفيفة خلال التدريبات مع استمرار تزايد التكاهنات بشأن مستقبله الدولي ولم يستطع المدرب السابق زلاتكو دالتش تأكيد ما إذا كان صانع الألعاب سيقرر الاعتزال بعد مباراة تحديد المركز الثالث وقال إن العالم بأسله سيفتقده في حال قرر الاعتزال ميسي كان على الموعد أمام كرواتيا سجل هدفا وصنع آخرا وهو من قاد الهجمة في الهدف الثاني لزميله ألفاريس أعدنا إلى أجواء ستة وثمانين وتنتظر المباراة النهائية علّه يزيد بعض الأرق قبل مباراة كرواتيا بالدور النصف النهائي رفرف قميسه عالياً في سماء مدينة روزاريو وخرجت جحافل من الجماهير الأرجنتينية في شوارع العاصمة بيونس آيرس إيماناً هذه المرة بوصول رفاق القائد ميسي إلى النهائي ميسي كان في الموعد أمام كرواتيا سجل هدفاً وصنع آخر وهو من قاد الهجمة في الهدف الثاني لزميله ألفاريس نجم باليسان جرما وبهدفه في مرمى الكروات تمكن من الانفراد بصدارة الهدفين التاريخيين للأرجنتين في النهائيات بأحد عشر هدفاً بعدما تقاسمها خلال الأيام الماضية مع باتيستوتا صاحب العشرة أهدف ميسي سيصبح أيضاً يوم الأحد المقبل صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في نهائية كاس العالم بعدما تقاسم الرقم في مباراة كرواتيا مع الألماني لوتار ماتيوس صاحب الخمس والعشرين مشاركة في البطولة العالمية نجم برشلون السابق والذي يلعب المونديال الخامس مع التانجو والأخير في مسيرته الكروية ظهر هذه المرة بشخصية مخالفة عن مشاركاته السابقة داخل وخارج الملعب لفت الأنظار وجعل الأرجنتينيين يتفائلون أكثر باللقب الغائب عن خزائنهم منذ مونديال مكسيكو ستة وثمانين بعدما حملوها في وقت سابق مسؤولية كل إخفاق ما أشبه أجواء مونديال ستة وثمانين للأرجنتين بقيادة مارادونا ومونديال قطر الذي يسير فيه رفاق ميسي بخطى ثابثة نحو وضع النجمة الثالثة على القميس الأبيض والأزرق فهل ينجح ميسي في قيادة الأرجنتين لرفع الكأس أم تستمر الخيبة لأربع سنوات مقبلة؟ كانت هذه أبرز أخبار المونديال شكرا على طيب المتابع مأساة في عرض بحر المأش بغرق قارب للهجرة غير القانونية في أجواء شديدة البرودة أعادت إلى الواجهة ملفا ساخنا يوته العلاقات بين بريطانيا وفرنسا منذ سنوات هو وعد بريطاني بمعالية سريعة لمشكلة الهجرة تحول بحر المانش من طوق نجاة لآلاف المهاجرين الحالمين بمستقبل أفضل إلى مصيادة موت تحول دون عبورهم بين عالم فقير وآخر واعد بالفرص مرة أخرى وقع في فخ الموت زورق على متنه أربعون مهاجرا يأملون بالوصول إلى اليابسة البريطانية قيادة جديدة متخصصة في الزوارق الصغيرة في القناة اتفاقيات مع ألبانيا وفرنسا تطبيق صارم لقوانين الهجرة ونصوص تشريعية سريحة لأول مرة تعاون فرنسا وبريطانيا على إنقاذ ضحايا الزورق لا يخفي الخلاف بين الطرفين على قضية المهاجرين وبغض النظر عن التنسيق والخلاف تسعى بريطانيا إلى حل سريع لهذه المعضلة بعد أن شدد رئيس الوزراء ريشي سوناك على أن المهاجرين غير القانونيين يستغلون ما وصفه بكرم بريطانيا نقول لمن يأتي هنا بشكل غير قانوني لا يمكنك البقاء لكن مقابل وجهة النظر هذه يعيب فريق على لندن ما يصفه بالازدواجية في التعامل مع المهاجرين فطريق القادمين من أوكرانيا على سبيل المثال سهلة ومعبدة أما الأقل حظا وبخاصة أولئك المهاجرون من سوريا وأفغانستان وغيرهم فغالبا ما تغلق الأبواب الفرنسية خلفهم والبريطانية أمامهم ولا يبقى لهم سوى البحر وزوارق أشبه بتوابيت عائمة أنس نماسي العربية أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دروس هذا نوام عن أمله في أن لا تتسبب جائحة كورونا في إعلان حالة طوارئ الصحية عالمية العام المقبل في الأسبوع الماضي فقد أقل من عشرة آلاف شخص حياتهم ولا يزال هذا الرقم كبيرا جدا هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن لجميع البلدان القيام بها لإنقاذ الأرواح لكننا قطعنا شوطا طويلا ونأمل أنه في وقت ما من العام المقبل سنتمكن من القول أن فيروس كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية أوقف تويتر حسابا استخدم بيانات رحلات طيران متاحة علنا لتتبع طائرة الخاصة لمالك تويتر إيلون ماسك يأتي هذا الإقاف على الرغم من تعهد مالك المنصة الجديد بالإبقاء عليه باستدرد مبادئ حرية التعبير ولم تعد تغليلات الحساب الذي تتبع بيانات رحلة طائرة ماسك متاحة يذكر أن الحساب كان لديه أكثر من 526 ألف متابع حتى يوم الثلاثة وفي ختام هذه الساعة الإقبارية نذكر بأبرز العنوين قوات يونيفيل تفتح تحقيقا بالتعاون مع لبنان في مقتل جندي أيرلندي بالرصاص قرب بيروت السلطة الإيرانية تحكم بالإعدام على متظاهرة بتهمة صنع زجاجات حارقة وكتابة شعارات برلمانات أوروبية تعلن دعم المحتجين الإيرانيين المعرضين للإعدام ومطالبات بمعاقبة النظام واشنطن تخطط لإرسال معدات إلكترونية متطورة لأوكرانيا وضغط روسي لعدم التحقيق بمسيرات إيران ديلمير البريطانية تقول إن رئيس الوزراء ريجي سوناك يخططه لفرض قوانين لمكافحة الإضرابات نهاية هذه النشرة مشاهدنا كونوا بعافية اشتركوا في القناة